السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت هذا الفيديو خاص في المشتركين في القناة بشكلكم على الاشتراك وعلى دعمكم للقناة وهذا الفيديو حصري لإلكم هذا الفيديو مبني على فيديو شرحناه في السابق ورح يظهر عندكم رابط الفيديو الآن في أعلى الصفحة ورح يكون موجود في أول تعليق ضروري تحضروا أول أربع دقائق من الفيديو وترجعوا بعدها تكملوا هذا الفيديو موضوعنا اليوم عن تحويل حساس الحركة إلى حساس تواجد على سمارت تينغز ورح يمنع أنها تطفي لغرفة علينا نهائيا وهذا طبعا مفيد في أمور كثيرة غير الإضاءة شرحنا اليوم مع وجود سمارت تينغز هب لكن يمكن تطبيق الأتمة بدون وجود هب أيضا موجود أمامنا أول إشي زيكبي دور سنسور من تويا لكنه متصل مع سمارت تينغز هب وعنا حساس حركة زيكبي من سن اوف وعنا أيضا إضاءة من آيكيا زيكبي رح ندخلهم في أوتوميشن الآن أول إشي خلينا نلف الحساس هذا عشان يسجل عندنا نو موشن لأنه هذا الحساس بيضلي عدل موشن تراكمي زي ما حكينا في الفيديو السابق الآن رح نعمل أوتوميشن بسيط وبعدين بدنا نطورها إلى الترك اللي حكيت لكم عنها في الفيديو السابق أول إشي رح نعمل أوتوميشن على الإضاءة رح ندخل على روتين ورح نفعل روتين على هذه الإضاءة رح نضغط على البلس وفي الاف ما بدنا الاضاءة بدنا اياها فقط في الذن رح نختار انه بدنا الاضاءة هاي تضوي على سطوع واحد في المائة واللون اصفر ورح نضغط على ذن الان شو الجهاز اللي بدنا اياي يشغل الاضاءة الموشن طبعا رح اختار الموشن انا سميته وي سمارت عشان سهلت البحث عنه رح اختار انه في حال كان فيه موشن بدنا نشغل الاضاءة اوتوميشن بسيط لاحظوا معي ملاحظة مهمة هون هذا الاضوميشن اخذ هاي الاشارة هذا الاضوميشن بتنفذ لوكل بدون انترنت طالما عنده هاي الاشارة السبب انه جميع الاجهزة في الاضوميشن زيكبي ومدعومة بشكل رسمي على سمارتينغز الموشن عندنا مدعوم بشكل رسمي واضاءة ايكي ايضا فهذا الروتين بتنفذ لوكل بدون انترنت طبعا انا بامكاني اطفل اضاءة مباشرة من هون واختار اوتو اوف لكن هاي ما بتزبط معنا في الترك اللي بدي اعملها الان بحتاج انه يكون الاتوميشن التشغيل مفصول عن اوتوميشن طفل اضاءة والان الاتوميشن الاول جاهز الان بدنا نطفي هاي الاضاءة في حال كان ما في موشن نفس الشي رح نختار الاضاءة ورح نختار روتين وبعدها رح نضغط على اشارة الزهد احنا بدنا نطفي هذا الضو في حال كان ما في موشن على الوي سمارت موشن ورح نختار انه اذا كان ما في موشن انتظر دقيقة واطفي الاضاءة هذا الاتوميشن جاهز ايضا وهذا الاتوميشن بتنفذ لوكل خلينا نجرب الاتوميشن وبعدين بدنا نعدل عليه لو عملنا موشن وشغلنا التايمر مباشرة الاضاءة اشتغلت معانا وطبعا زي ما حكينا في الفيديو السابق هذا الحساس بسجل نو موشن بعد مرور 65 ثانية الموشن سجل نو موشن على الموعد دقيقة وخمس ثواني ومباشرة بس ينتهي الموشن ويمر دقيقة بدون موشن رح تطفي الاضاءة يعني لازم يمر دقيقتين وخمس ثواني لحد ما تطفي الاضاءة تمام طفت الاضاءة خلينا نصفر العداد ونعدل هذا الاتوميشن الآن رح نضيف سويتش وهمي virtual switch والترك كلها في الvirtual switch طريقة اضافة الvirtual switch على smart things لها طريقتين الطريقة الاولى بامكاننا ندخل على المينيو وبعدها على لاب ومن لاب بامكاننا نضيف virtual switch مباشرة لكن هذا الvirtual switch اللي بتم اضافته من هون عيبه انه ما بيشتغل لوكل يعني بحتاج الانترنت لكنه مناسب لأي شخص ما عنده smart things hub لانه اضافته بتكون على الحساب وليس على الهب لكن انا بدي اورجيكم الطريقة التانية لاني بدي هذا الاتوميشن يتنفذ كامل لوكل بدون انترنت وعشان نضيف هذا الvirtual switch بنحتاج اشي اسمه edge driver خليني اورجيكم كيف رح اضيف ال switch وبعدين بورجيكم كيف اضافة ال edge driver رح اروح الان على الغرف ورح اختار الغرف اللي فيها الهب واللي هي بدروم 3 وفي هاي الغرفة عنا جهاز اسمه v edge creator لو دخلنا عليه هو اختصار لvirtual edge creator عن طريقه بامكاني اضيف الvirtual switch ومن الخيار الاول بامكاني اختار عدد الاجهزة الوهمية انا بدي جهاز واحد فقط ومن هون بامكاني اختار نوع الvirtual switch لانه فيه انواع كتير مثلا فيه نوع بيظهر على اليكسا كأنه motion sensor رح نشرح هذا الموضوع في فيديو قادم ان شاء الله اذا مهتمين في هذا الموضوع والان رح اختار virtual switch مباشرة تم عمل create وهذا اللي create وين بيصير بيصير في نفس الغرفة اللي فيها الهب لاحظوا معي مباشرة ظهر على اليكسا هذا الvirtual switch هذا الvirtual switch نزل عندي هون في اخر الصفحة الغرفة اللي فيها الهب لانه الهب اصلا موجود هون في نفس الغرفة فهو دائما بنزل في المكان اللي فيه الهب الان رح اضغط عليه واغير اسمه واوديه على الغرفة اللي احنا شغلين عليها رح نعمل edit و رح اضيف وي سمارت على الاسم و رح اوديه على غرفة وي سمارت الان كيف بدنا نشغل هذا الvirtual switch رح ندخل على الروتين و رح نختار انه بدنا نحول هذا الاسم و الان رح نختار الجهاز اللي بده نشغل هذا الاسم و اللي هو الوي سمارت موشن في حال صار فيه موشن وهذا الموشن كان مدته دقيقة و عشر طواني شغل الvirtual switch زي ما حكينا في الفيديو السابق رح اضيف كمان شرط في حال كان الباب مغلق و رح نختار وي سمارت دور سينسور و رح نختار انه لازم يضل مغلق دقيقة و عشر ثواني صار عندي الان شرطين ولاحظوا معي ملاحظة انا بدي هدول الشرطين يتحققوا مع بعض الشرطين عشان يتحققوا مع بعض لازم يكون الخيار when all condition below are met هو اللي احنا مختارينه في الاساس اذا اخترنا when any condition is met اذا تحقق واحد منهم بصير هذا الاسويتش on انا بدي الشرطين معا يتحققوا طبعا مش مهم يتحققوا في نفس اللحظة المهم يتحققوا معا وبعدها يتحول الvirtual switch الى on و الان رح اضغط على save لاحظوا معي انه الوتوميشن هذا بتنفذ local و هاي نقطة مهمة عشان هيك نزلت ال virtual switch عن طريق ال v edge الوتوميشن الاول هيك جاهز الان رح نضيف على الوتوميشن الخاص في ايقاف تشغيل الاضاءة شرط جديد رح اختار الروتين اللي بتطفي الاضاءة الان و رح نضغط على edit و رح نضيف condition جديد الشرط الجديد هون رح يكون ال virtual switch رح اختار we smart virtual switch و رح اختار انه لازم يكون off عشان تطفي هاي الاضاءة لكن احنا في هاي الحالة اذا ضل موجود هون في هاي المنطقة وتحقق ال no motion لمدة دقيقة و بعدها تحول ال virtual switch الى off رح تطفي الاضاءة مباشرة ومش هذا اللي احنا بنية فاحنا رح نخلي هذا الشرط pre condition شرط مسبق رح نختار use as pre condition بهاي الحالة لازم اول اشي ال switch الوهمي يتحول الى off وبعدين هذا ال automation بشتغل اذا كان ال switch الوهمي في وضع ال on يعتبر هذا ال automation زي كأنه معطل بمعنى اخر ال pre condition هو شرط مسبق اذا لم يتحقق لا يتم تفعيل ال automation نهائيا وكل الرسائل ال no motion رح يتجاهلها ال automation فاحنا هيك حددنا انه الاضاءة ما رح تطفي نهائيا الا اذا كان ال virtual switch off وايضا هذا ال automation رح يتنفذ ال local والان ضل علينا موضوع واحد فقط كيف بدنا نخلي ال virtual switch يتحول الى وضع ال off رح نعمل اخر automation وهي المرة فقط عن طريق حساس الباب رح نختار حساس الباب وبعدها routine رح نختار انه في حال فتح او اغلاق الباب open or close رح نطفي ال virtual switch ونحوله الى off وهيك صار جاهز عندنا هذا ال automation وكمان رح يشتغل local وبما انه كل automation فيهم يشتغل local معناته الاتمدة كاملة من اولها الى اخرها تشتغل local بدون انترنت خلينا نجرب هذا ال automation الان لو انا دخلت على الغرفة وسكرت الباب وراي عملت motion وبعد اول عشر ثواني طبعا مش مهم انها تكون بعد اول عشر ثواني بالضبط باي وقت ممكن بعد اول عشر ثواني لو عملت حركة الان عند مرور دقيقة وعشر ثواني مباشرة رح يتفعل virtual switch والان اتفعل virtual switch واكد على وجودنا في الغرفة ولو مهما مر من الوقت رح تظل هاي الغرفة مضوية حتى لو توقفنا عن الحركة تماما لاحظوا انه مر من الوقت اربع دقائق وما طفت الغرفة نهائيا الان نفترض اني انا بدأ اطلع من هاي الغرفة في الوضع الطبيعي رح اتحرك امام حساس الحركة رح افتح الباب واطلع واسكر الباب وراي لاحظوا فتحة الباب مباشرة طفت ال virtual switch اللي هو مانع الغرفة انها تطفي الان الغرفة رح تطفي حسب الوقت المحدد بعد النو موشن بدقيقة رح تطفي الان الغرفة سجلت نو موشن لاني تأخرت في تشغيل التايمر يعني المفروض تطفي على دقيقة وخمسين ثانية تقريبا تمام طفت الغرفة على الموعد بدقة انا بالنسبة لي عامل هذا الاطوميشن في غرفة الضيوف والاضاءة بتطفي بعد دقيقتين من عدم وجود حركة يعني لو انا مش واثق منه ما بعمله في غرفة الضيوف الان نجي لنسبة الخطأ في هذا الاطوميشن النسبة فقط واحد في المية وهذا الاحتمال بسيط جدا ورح ورجيكم مثال على هذا الاحتمال الوحيد نفترض انك دخلت الغرفة وجلست وعملت الحركة المطلوبة واتفعل virtual switch واجه شخص فتح الباب وما دخل الى حدود حساس الحركة وحكى لك كلمتين من على الباب وسكر الباب وفي هاي الحالة زي ما احنا عاملين بالاوتوميشن فتحوا تسكير الباب رح يتفل virtual switch واذا انت ما تحركت خلال دقيقتين رح تطفي عليك الاضاءة هذا هو الاحتمال الوحيد وحله سهل جدا بزيادة مدة النوموشن اكثر من دقيقتين اذا انت من الاشخاص اللي بتقعد على الجوال بدون حركة بعد تجربة طويلة لهايلي ترك لمدة تجاوزت سنتين بامكاني احكي لكم انها اقوى من افضل حساس تواجد موجود في الاسواق الان نجي لطريقة اضافة ال VH ال VH هو عبارة عن درايفر عمل ومطور كل مطور له رابط لصفحة درايفره اللي هو عاملها بمجرد التسجيل على صفحة هذا المطور عن طريق الرابط اللي رح ترككم اياه في صندوق الوصف رح تظهر عندك الدرايفرز اللي هو طورها وبامكانك تختار اي درايفر وتنزله عندك على الهب وانا اخترت ال virtual device من عند هذا المطور طبعا بعد ما تنزل لدرايفر فقط عليك تعمل سكان زي كأنك ناوي تضيف جهاز ومباشرة رح ينزل عندك ال VH في الغرف اللي فيها الهب وبامكانكم بعدها تنفذوا الخطوات اللي احنا عملناها في هذا الفيديو هذا هو كل شي بخص هايليتريك جربوها وخبروني رأيكم وانا جاهز لأي مساعدة تحياتي للكم السلام عليكم